طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية اشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس اكو شيء او رحيل مفاجئ فقدان مريت بي او حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان او من علاقة العلاقة او ممكن يكون اكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما احشى الطاقة العامة بس بصورة عامة اكو شيء لفت انتباهي فحبيت انه اقوله قبل ما ابلش بالقراءة بطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزاء اشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ او تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس اكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يؤثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله او مظهرة بصورة عامة كلها هوا مقتنع به بده يحاول انه يغير من نفسه التغيير طبعا ايجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص اشوف ممكن اكو كلمة حشاهة وهاي الكلمة هي اللي خليتكم انه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عاقب مع انه برج الجوزاء مو من سهولة انه شخص يأثر علي بكلامه بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس اكو شخص اما اقال او اتصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما اقول شبه معدومة وانما مهزوذة فهو ده يحاول انه يجمل نفسه في سبيل انه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياته الاحسن لا وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية او اتصرف هذا التصرف ينتبه الي هذا الشي غلط اني ركزت على هذا الشي بالبداية قبل ما اقرأ لانه بصراحة الورقة شدتني يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص يقل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص يقل لك مثلا انت محلو او انه اكو او هشن هذا هذا العيب اللي يبيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص ما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل فاذا اكو احد قل لك هاي كلمة او ممكن يكون الطاقة بعده يعني هاي ما متحققه ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حاجة او ما تصرف فهذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذب بياه فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت لعب مو بيك انت ما بيك عيب ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل سخلونا نبلش بالطاقة العامة برج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك واني خلطت الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية الشخص تحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعل ان هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته ان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاش في هذا الشي او انت متأكد منه ولكن لحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياته او يشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا سفن اف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد الدور وراك الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوي عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخصه من الماضي ويطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحشو ياكر فترة جاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او ده تعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او ده تمر بي حاليا فله السبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت ده تحاول تدافع نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت قريدي طالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت بطاقة الشفاء ده تحاول انه تستجمع نفسك وده تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هواية تطريت تتحارب هواية تتواجه ناس هواية حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف صارف هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فالهسبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت ده تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا اشوف فترة اخد فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويه الشخص اللي جايك هسا هنا فصلنا الوضع العاطفي قبل منهة الاملية خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض منعدكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير تشنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه تشنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه يتوفر مصاريف البيت اذا تشنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لانه قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقرار فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملي انت تتحاول تشتغل في سبيل انه يتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعض الظروف والحاضر والمعرفة اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده ياثر على نفسيتك هوايا وده ياثر على بيتك على مصاريفك فده اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هواي قاعد تفكر هواي تريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فاذا تشينت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشينت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقف فعندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار مازل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا نجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم باعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثرة عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انه تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انه اما انتي كنت حامل وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حمل الجديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله خير لا تخافون بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلافوية احدة من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبينك كلام او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخي يعني شخص من العائلة ما اخذ منك حق او انه هو حاج عليك شي ضلم المهم قاعد اشوف انه الك حق يوم شخص من العائلة وانت نوعا ما ما امئيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده انه هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي ما اخذه من عندك ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان تخص اوضاع مادية كورث يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيشنا هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هس خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دايحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دايحاولون يتواصلون اياك دايحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بيها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة هذا الشخص من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم تثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضة عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو ديريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسئوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا أنا عندي اوراقة انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا شخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشي ما متناسب ويعمره ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالع يمي طالع يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسئوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك واتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول اوه هذا شخص قاعد يحكو يا اوه هو هيش شوية شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيقك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيق هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوفوا انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة اما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تكم القدر توقف عنده عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا شوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى الهوة كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حد شيته فترة راح ترجعون تفتربون لانه القدر اتوقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم انه ماكوش ينتهي هو ده يشوف انه ماكوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يضل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحجيوياك ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مؤثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت متقدر تبدو يا شخص صغيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص المنرجسي ليو موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة انا يقول انه التركي وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة سفاء تروى واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك حب نفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك او اهم حب هو حب النفس فما يقولك تصير اناني مغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا الطاقة اللي اذا تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتشي فريسة هي الطاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك راجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتوصل لياك عن قريب ففي حال تواصل لياك هذا الشخص اللي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما لنهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية اشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم اياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانو اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما اخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انو هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا اللي كذا عجبتكم القراءة تركوا لي اراءكم وبخانة التعليقات